احنا الان في زمن احيانا قد يقول الانسان احنا الحين في فساد وكذا والانسان ما يحصل على حقه الا بشفاعة احد او واسطة احد حتى بس ياخذ حقه فلازم الانسان يكون عنده علاقات مع الناس ومعارف في كل مكان عشان تمشي اموره احنا نقول لهم شيء تكون علاقتك مع ملك الملوك اذا كانت علاقتك مع الله عز وجل صالحة مميزة الله عز وجل يدبر لك كل امورك من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين العباد ويا اخوان لاحظوا ان هذا العمل وهذه العلاقة مو شرط ترى تكون صدقة يعني لاحظوا حديث اصحاب الغار واحد كان عفه وواحد كان بالوالدين وواحد كان عمل صالح رد حق من الحقوق الى الناس فهذه العلاقة مو شرط تكون صدقة مو شرط تكون قيام ليل مو شرط تكون قراءة قرآن ابواب الخير واسعة المقصود هو علاقتك مع الله عز وجل وانه تكون هذا العمل في السر لان العمل كل ما كان سر بين العبد وبين ربه كان ادعى واقرب للاخلاص ولذلك لاحظوا حتى قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فهذا هو المؤثر في الاعمال قد يكون العمل بر والدين لكن ما يكون فيه اخلاص قد يكون فيه صدقة لكن ما يكون فيه اخلاص الشاهد ان يكون العمل خالص لوجه الله عز وجل اشتركوا في القناة